علوم الصفة السادس الابتدائي حل تدريبات كتاب الأضواء على المفهوم الأول الخلية كالنزام صفحة 32 كم واحد اختر الإجابة الصحيحة واحدة البناء والوظيفة لجسم الكائن الحي الجهاز العدو النسيج الخلية خلية واحدة البناء الكائن الحي تدخل العناصر الغذائية والأكسجين إلى الخلايا عن طريق يشار الخلية صفحة يشار الخلية عن طريق خاصية النفذية الاختيارية مراكز إنتاج الطاقة في الخلية المتكنديري عن طريق مين التنفس الخلوي أربعة أي من التركيبة التالية موجودة في كل من الخلية النباتية والحيوانية غشاء الخلية جدار خلية فجوعة صرية كبيرة البلاستيد الخضراء طبعا غشاء الخلية موجود في الاتنين لكن جدار الخلية فجوعة صرية كبيرة البلاستيد الخضراء موجودة في الخلاء النباتية خمسة أحد مكونات الخلية يكون بتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها هو الشبكة الاندوبلازمية جهاز جولجين طبعا جهاز مين جولجين رقم بي ست يتكون جسم نقط من خلية واحدة فقط النبات عنديد الخلايا البكتيريا طبعا البكتيريا سبعة مجموعة الخلايا المتشابهة التي تعمل معا لأداء وظيفة معينة تسمى العضو النسيج طبعا النسيج النسيج مجموعة من خلايا المتشابهة في الشكل والوظيفة ثمانية مكون من مكونات الخلية يتميز بقدرته على تخزين العناصر الغذائية والمياه والفضلات هو السيتوبلازم السيتوبلازم ده بيملأ تجوف الخلية وبتسبح فيه العضيات جهاز جولجي ده المسؤول عن تغليف المواد نسمى يعustered أن الخلية ونقلها خارج خلية الشبكة الاندوبلازمية تساعد في نقل البروتينات لبناء والإصلاح الخلية الفجوة العسرية vertices 5 تساعد نقاط في جمع ونقل البروتينات لبناء والإصلاح الخلية النواة ؟ مركز التحكم في الفجوة الشبكة الاندoubleازمية طبعا الشبكة الاندوبلازمية عشرة الخصائص المشتركة لجميع الكائنات الحية هي تتكون كل الكائنات الحية من خلية واحدة أو أكثر تمتلك كل الكائنات الحية خلايا ذاتة جدران خلوية تستطيع كل الكائنات الحية صعنة غزاء بنفسها تمتلك كل الكائنات الحية خلايا بها نواة تتكون كل الكائنات الحية من خلية واحدة أو أكثر خلية واحدة مثل البكتيريا ثم أكثر مثل الإنسان والحيوان والنبات أيا من العبارات التالية تعبر بطريقة صحيحة عن الخلايا كل الأشياء تتكون من خلايا؟ طبعا لا الأشياء لا تحتوي على الخلايا نقولنا بنأسف النظام البيئي إلى كائنات حية وأشياء غير حية أشياء غير حية زي مين زي الماء والهواء والطربة لا تتكون من خلايا با كل الخلايا لديها نواة خلايا الدم الحمراء في الإنسان لا تحتوي على نواة كل الخلايا الجديدة تكونت من خلايا أخرى صحيحة رقم جي نشر أي مما يلي يوجد في وركة نبات الصمت وغير موجود في الإنسان المتوكنديريا في الإثنين جدار الخلية صحيحة جدار الخلية ثلاثتاشر أحد مكونات الخلية النباتية ويقوم بانتصاص دوء الشمس في عملية البناء الضوء المتوكنديريا في مركز انطلاق الطاقة جدار الخلية بيحمي الخلية ويعطيها شكلا محددا البلاستيديات الخضراء صح البلاستيديات الخضراء تواع على مادة مين؟ الكولوروفيل مسؤولة عن انتصاص دوء الشمس أربعة عشر العضية التي تنظم النشطة الخلية هي جهاز جولجي المتوكنديريا النواية طبعا النواية رقم جي خمستاشر أي مما يلي يعبر عن وظيفة غيشاء الخلية منع دخول وخروج المواد داخل وخارج النواة تركيب وتخزين ونقل البروتينات التحكم في المواد الداخلة والخارجة من وقية الخلية صح رقم جي ستة عشر يعتبر تكوين البروتينات من انشطة الخلية التي تتحكم فيها المتوكنديريا الشبكة الاندوبلازمية النواية صح النواية سبعة عشر تكوين جسم الإنسان من نقطة خلية تقريبا أربعين خلية أربعين آلف خلية أربعين مليون خلية أربعين تريليون خلية ثمانتاشر يسمح نقطة بدخول وخروج الماء للخلايا لحفاظ على توازن المياه على جانبيه غشاء الخلية طبعا غشاء الخلية ساعتاشر تتميز الخلال اللباتية عن الخلال الحيوانية بوجود النواة ما هو في الاثنين البلاستيدات الخضراء فقط طبعا لا السيتوبلازمية في الاثنين البلاستيدات الخضراء وجدار الخلية صح رقم دي عشرين أيام ما يلي يعاد ترتيبا لمكونات أجهزة الجسم من المكونات الأقل تعقيدا إلى المكونات الأكثر تعقيدا نسيج طبعا لا خلية نسيج عدو جهاز صح رقم دي خلية نسيج عدو جهاز رقم دي 21 ما العضيتان المسؤولتان على عملية النقل النواة والشبكة الاندوبلازمية النواة لا المتكنديريا والنواة طبعا الاثنين لا البلاستيدات الخضراء وجهاز جولجي طبعا لا الشبكة الاندوبلازمية وجهاز جولجي رقم دي 22. فئة الخلية النباتية ما النموذج المقابل في المدينة الذي يعد أفضل تمثيل لوظيفة البلاستيدة الخضراء مجلس إدارة المدينة ده النواة مصنع الغزاء صح مصنع الغزاء رقم باء 23. تتشابه وظيفة حراس بوابات المدينة ما عضية نقاط فئة الخلية النواة مجلس إدارة المدينة إشائر خلية ده بوابات إيه إشائر خلية صح مصنع الغزاء إشائر خلية رقم باء 23. أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التي بين القوسين 1. يتم تنظيم تركيب معظم الكائنات الحية عديد الخلايا في نقاط مستويات 3 أم 5 طبعا 5 مستويات 2. العالم الذي اكتشف الخلية هو جاليليو أم روبرتو هوك أو أن روبرتو هوك 3. تنمو الكائنات الحية من خلال زيادة نقطة الخلايا حجم أم عدد؟ طبعا عدد الخلايا 4. تشترك الخلية النباتية مع الخلية الحوالية في وجود جدار خلية من نواة طبعا النواة 5. تتميز الفجوة العصرية في الخلية نباتية بنقاط حجمها 5. صغر أو كبار طبعا كبار حجمها 6. أكبر من خلية من الحيوانية 6. تعمل نقاط على تحويل السكر إلى طاقة في الخلية جهاز جولجي 7. تساعد نقطة في جامع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية 8. الفجوة العصرية والشبكة الإندبلازمية 8. مراكز إنتاج الطاقة في الخلية 9. تسعة 10. بيضة الطائر تحتوي بداخلها على خلية واحدة 10. عضية توجد في الخلية النباتية ولا توجد في الخلية الحيوانية 11. الطبقة الخارجية الصلبة المحيطة بخلايا النباتات وتمنحها شكلا محددا هي 11. جدار الخلية البلاستيد الخضراء 12. نشر من الكائنات عديد الخلايا 12. نبات الفول 13. تشابه نقطة داخل الخلية مع مصنع التعبئة والتغليف 13. في منشآت المدينة 14. النواة جهاز جولجين 15. تخير من العمود باء ما يناسب العمود ألف 15. يتميز بخاصية النفذية الاختارية 15. يدعم الخلية ويعطيها شكلا مميزا 15. يتم فيها صعنع الغذاء للنبات 15. البلاستيد الخضراء 16. تحدث بداخلها عملية التنفس الخلوي الخلية المتكندرين 17. واحدة بناء الكائنا الحي الخلية 18. مركز تحكم الرئيسي في الخلية 18. تشبه الكيس ويتم فيها تخزين الغذاء الفجوة العسرية 19. تشابه مع عمال البناء في المدينة 20. الشبكة الاندوبلازمية 20. ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام الإبارات الأتية 21. من وظائف الخلية تعويض الخلايا التالفة 20. يمكن رؤية مكونات الخلية بالعين المجردة 21. بالماكروسكوب 23. تعتبر الحيوانات والنباتات من الكائنات 22. عديد الخلايا 23. تحتاج الخلية إلى الغذاء فقط لتنمو وتعيش 24. تحتاج إلى الغذاء والماء 25. جميع الخلايا الحية تحتوي على بلاستيديات خضراء 25. الخلايا الحيوانية لا تحتوي على بلاستيديات خضراء 26. تحدث عملية التنفس الخلوي داخل الشبكة الاندوبلازمية المتكندارية 27. تحاط الخلية الحيوانية بجدار الخلية لحماية الخلية النباتية 28. تحدث عملية انكسام الخلية في المتكندارية في النواة 29. تتشابه المتكندارية مع منشآت المدينة في أنها تمسك محط التوليد الكهرباء 30. البكتيريا من الكائنات عديد الخلايا وحيدة الخلايا 30. تعمل كل عضية في الخلية بمفردها 30. تعمل معن 30. تحتاج الخلايا إلى طاقة على شكل غزاء وأكسجين لكي تنمو وتعيش 30. تختلف الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية في وجود جدار الخلية فقط وبالاستداد خضراء وفجوع عسرية كبير 40. استطاع العلماء رؤية نواة الخلية عند صفغها بمحلول أزرق الميسيلي 50. تكون النسيج من مجموعة خلايا متشابهة 50. أكمل العبارات الأتية 51. تنقسم الكائنات الحية من حيث درجة التعقيد في تركيب أجسامها إلى كائنات نقط وكائنات نقط 51. وحيدة الخلية مثل البكتيريا وكائنات عديدة خلايا مثل الإنساء 52. من احتياجات الخلية نقط ونقط ونقط 52. الماء والغزاء والأكسجين 53. تعتبر خلية نقط مثلا خلية كبيرة للحجم 53. خلية بيضة الطائر 54. بينما تعتبر خلية نقط مثلا خلية صغيرة جدا البكتيريا 54. يتميز على الغشاء الخلوي بخاصية نقط 55. النفاذية الاختيارية 55. تسمح بنفاذ المواد التي تحتاج إلى خلية ولا تسمح بمرورها لبعض الآخر 55. يتحكم في مرور المواد من وإلى الخلية 55. تشابه نقط في الخلية مع حراس بوابات المدينة 55. تشابه الخلية 56. تتكون أجهزة الجسم من مجموعة من نقط 56. مجموعة من الأعضاء 57. بينما تكون النسيج من مجموعة من نقط المتشابهة 57. تميز الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بوجود نقط ونقط 58. بوجود جدار خلية وبلاستيدات خضراء 58. يعمل نقط على تدعيم الخلية النباتية ومنحها شكل محددا 59. جدار الخلية 60. في الخلية النباتية يتكون جدار الخلية بمادة السليلوز 60. تسبح العضيات داخل الخلية في سائل يسمى السيتوبلازم 60. تستخدم سبغة نقط لتوضيح جزء النواة داخل الخلية 60. أزرق الميجرسكوب 60. ساعد الميجرسكوب نقط علامة الأحياء في معرفة المزيد عن الخلية 60. وطريقة انقسامها. الميجرسكوب سلاسي الأبعاد. سلاسي الأبعاد. ستة. اكتب المستحى العلمي. واحد. واحدة بناء جسم الكائن 60. من الحي الخلية 61. تركيب داخل الخلية له وظيفة محددة 62. العضية 63. كائنات تتكون أجسمها من خلية واحدة فقط 64. الكائنات 65. وحيدة 65. أربعة 65. كائنات تتميز بوجود العديد من الخلايا في أجسمها 65. الكائنات عديدة 65. خمسة 65. مركز التحكم فيها الخلية 66. ومسؤول عن انقسامها 66. النواة 66. مجموعة من الأنسجة تشارك معا في أداة وظيفة معينة 67. العضية 67. مجموعة من الأعضاء التي تعمل 67. مجموعة الخلايا المتمثلة في الشكل والوظيفة النسيجة 69. تائ الهلامي يملأ فراغ الخلية وتزبح فيها العضيات 70. طبقة خارجية صلبة تحيط بخلايا النباتات لمنحها شكلاً 70. محدداً 70. جدار الخلية 71. إحدى عضيات الخلية 71. مسؤول عن 72. إنتاج الطاقة المتوكوندرية 72. لحدث فيها التنفس الخلوي 73. عملية استخدام الأكسجين 72. الحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام التنفس الخلوي 73. جزء في الخلية 74. مسؤول عن إنكسام الخلية 75. والعمليات الحيوية برافو النواية 74. مكون من مكونات الخلية يشبه الكيس 75. ويستخدم لتخزين العناصر الغذائية 75. والمياه والفضلات 75. الفجوة العسرية 75. الفجوة العسرية 75. طبق كبيرة 76. في الخلية النباتية 76. وصغيرة في الخلية الحيوانية 75. احدى عضيات الخلية 76. التي تساعد في تحضير 77. وتغليف المواد داخل 77. ونقلها للخارج 77. جهاز 77. جهاز 77. 77. احدى عضيات الخلية النباتية 77. تحتوي على مادة الكولوروفيل 78. لامتصاص ضوء الشمس 79. البلاستيدات 79. السبعة 79. جهاز 80. يستخدم لرؤية 80. متنهية 80. الماكروسكوب 80. سبعة 80. صوب ما تحته 80. خط 80. أحدى 81. عضو أصغر نزام داخل جسم 81. الماكروسكوب 91. الاني 92. توجد 91. البلاستيدات الخضراء 92. توجد 94. الخلايا 94. النباتية 93. تكاون 54. تتكون 9550. من مجموعة 95. خلايا 95. تلاحظ 95. من مجموعة 95. من المجموعة 4. البشر كائنات وحيلة الخلية 5. التركيب الصغيرة الموجودة داخل الخلية تسمى أعضاء قضيات 6. يمكن رؤية مكونات الخلية بوسط النظرات المكبرة 7. الشبكة الاندوبلازمية 8. تنمو الكائنات الحية عن طريق زيادة حجم الخلايا 8. تعتبر الخلية نظاما متكاملا لأنها تتكون من براف وضيات 9. تعمل معا حفاظ على الخلية 10. اثنين غشاء 10. تستطيع النباتات صنع غزائها بنفسها لأنها تحتوي على لاستيدات خضراء حكوم عملية البناء الضوء 10. لا تتمكن الحيوانات من صنع غزائها بنفسها لأنها تحتوي على لاستيدات خضراء خمسة لا تحتوي الخلية الحيوانية على جدار خلوي لأن الحيوانات لديها هيكل في أجسامها ساعدها في الحفاظ على شكلها ست يعمل بعض علماء الخلية مع الطباء لمراقبة عمل الخلايا وإصلاح أجزاء الجسم أو كفية استجابة الخلايا للأدوية 7. تنوع الخلايا في شكلها وحجمها في الكائنات الحية 8. لاختلاف وظائف الخلايا عن بعضها 9. ما سيحدث عندها؟ 1. عدم احتواء الخلية على غشاء بنازمي 9. لا تستطيع الخلية التحكم 10. authenticity 10. لا تستطيع انتاج الطاقة. لعدم الكيام بعملية التنفس الخلوي. ثلاثة. عدم احتواء الخلايا النباتية على بلاستداد خضراء. لن تستطيع الكيام بعملية البناء الضوء. بالتالي عدم انتاج الغذائي. اربعة. عدم احتواء الخلية على نواة. لا تتحكم في الوظائف التي تحدث داخل الخلية او انقسمها. خمسة. دخول الكسير من الماء الى داخل الخلية. تنتفخ الخلية وتنفجر. عشرة. اذكر وظيفة كل من واحد. الخلية. نمو. الكائن الحي. وتعويض خلايا التالفة. اتنين النواة. تتحكم في الوظائف. داخل الخلية وانقسمها. ثلاثة. المتكندارية. مركز انتاج الطاقة. فيها الخلية. اربعة عشاء الخلية تتحكم في دخول وخروج المواد من و الى الخلية. خمسة. الجدار الخلوي. في الخلية النباتية. بيعمل على حماية الخلية ويمنحها شكلا محددا. يبقى حماية الخلية. ويمنحها شكلا محددا. ست. البلاستيدات الخضراء. تقوم. عملية البناء الضوء. احتوى على ايه? مادة الكولوروفيل. سبعة. الماكروسكوب. فحص ورؤية الاشياء الصغيرة جدا. تمانية. السيتوبلازم. تسبح في عضيات الخلية. تسعة. الشبكة الاندوبلازمية. جمع. ونقل البروتينات داخل الخلية. من اجل بناء واصلاح الخلية. عشرة. جهاز جولشي. تحضير. وتغليل. المواد داخل. الخلية. ونقلها خارجها. حداشر. الفجوة العسرية. تخزين. العناصر. الغزائية. والمياه. والفضلات. حداشر. اسئلة متنوعة. رقم واحد. ما المقصود بعملية التنفس الخلوي? مع ذكر مكان حدوثه. استخدام الاكسجين. الحصول على الطاقة الكيميائية. من الطعام. خي. ترسين في المتكنداري. اتنين تتميز الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بوجود بعض العضيات. اذكرها. جدار الخلية. والاستيدات خضراء. ثلاثة. ادرس الشكلين المقابلين سم قدل. رقم الف. اكتب ما يدول عليه كل شكل. الشكل واحد. طبعا دي خلية حيوانية. خلية حيوانية. الشكل اتنين. خلية نباتية. با اكتب البيانات المطلوبة. رقم واحد طبعا ستوب لازم. اتنين النواية. تلاتة رجوع سرية اربع غشاء الخلية. جيم. اذكر وظيفة الجوز. رقم اتنين واربعة. اتنين اللي هو النواة. واربعة اللي هو غشاء الخلية. النواة تتحكم في الوظائف داخل الخلية. وانقسامها. طيب. غشاء الخلية تحكم في المواد التي تدخل او تخرج من الخلية. اربعة. كارن بين كل من. الف الخلية النباتية والخلية الحيوانية من حيث وجود جدار الخلية. الخلية النباتية يوجد جدار الخلية. الحيوانية لا يوجد. با الكائنات وحيدة الخلية والكائنات وحيدة الخلية. الكائنات وحيدة الخلية تتكون من خلية واحدة. تتكون من خلية واحدة. مثل مين؟ مثل البكتيريا. طيب. الكائنات وحيدة الخلية تتكون جسمها من عدد كبير من الخلائي. مثل مين؟ الانسان والحيوان. من النباتية. جيم. جدار الخلية وغشاء الخلية من حيث على الوزيفة. جدار الخلية يحيد بالخلية النباتية لحمايتها وتدعمها ويعطيها شكلا محددا. جشاء الخلية يتحكم في المواد التي تدخل الى الخلية او تخرج ايه منها. اختبر نفسك واحد عن مفهوم الاول. بقم واحد الف. اختر الاجابة الصحيحة. واحد. يتكون جدار الخلية من مادة الناتروجين السليلوز الكالسيوم الفسفور. اتنين. تحصل الخلية على الطاقة من الطعم باستخدام الاكسجين. عن طريق عملية اليمكسين. التحل. التنفس. او التنفس الخلوي. ثلاثة. تتشابه وظيفة نقط مع عضية البلاستيدات الخضراء في الخلية النباتية. مجلس دارة المدينة للنواة. اصوار المدينة لشعر الخلية. مصنع الغزاء. طبعا مصنع الغزاء. اربعة. عضية تحتوي على الكولوروفيل. وتكون بعملية البناء الضوية. البلاستيدات الخضراء. البلاستيدات الخضراء. ما ما وظيفة المكروسكوب. رؤية. مكونات الخلية. وفحص الأشياء الدقيقة. او صغر جدا. اثنين. الف. ده على علمات صح او علمات خطأ امام العبارات الاثنية. واحد. تتشابه الخلايا النباتية والخلايا الحوانية تماما في التركيب في اختلاف. برخطة. اثنين. تعتبر الحيوانات والنباتات من الكائنات عددية الخلايا. تحدث عملية التنفس الخلوي داخل الشفكة الاندوبلازمية. المتكنديريا. برخطة. اربعة. تتميز الكائنات ذاتة الانزمة الاكسر تعقيدا. في احتواءها على خلية وحدة. العديد من الخلايا. برخطة. باق تتشابه المتكنديريا مع محط توليد الكهربائي. اذكر السبب. لانها تعمل كمراكز تنتاج الطاقة. في الخلية. ثلاثة. الف. اكمل العبارات الاثتية باستخدام الكلمات المعطاة. جهاز جولجي. عدد. حجم الشبكة الاندوبلازمية. البلاستيدات الخضراء. واحد. تنمو الكائنات الحية بزيادة نقطة الخلايا المكونة للكين الحي. صح. عدد. اثنين. تشابه نقطة في مع مصنع التعبئة والتغليف في منشآت المدينة جهاز جولجي. ثلاثة. تساعد نقطة في جامع ونقل البروتينات داخل الخلية الشبكة الاندوبلازمية. اربعة. توجد نقطة في الخلاء النباتية. ولا توجد في الخلية الحيوانية. البلاستيدات الخضراء. با. تعرف على الشكل المقابل. واحد. الشكل يمثل الخلية نقطة الخلية الحيوانية. اثنين. ما وزيفة الجوز رقم واحد. اللي هو النوع مركز التحكم في الخلية. ومسؤول عن انقسمها. وتكوين البروتينات. اختبر نفسك اثنين. كم واحد الف. ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية. واحد. يتميز جدار الخلية بالنفذية الاختيارية يشايا الخلية. اثنين. تحتوي خلايا كل من الارنب ونبات الفول على. بلا استيداد خضراء. الفول فقط. الارنب لا. ثلاث. يمكن رؤية جميع الخلايا بالعين المجردة بعض الخلايا. اكبر خطأ. اربعة. الفجوة العسرية في الخلية النباتية. اكبر من الخلية الحيوانية. اكبر اصحيحة. باع. استطيع الخلية تحكم في المواد التي تدخل اليها او تخرج منها. اذكر اسم الجوز المسؤول عن ذلك. تشاء الخلية. اثنين. الف. اكمل العبارات الاتية. واحد. يكون نقطة ونقطة. بنقل المواد داخل وخارج الخلية. جهاز جولجي. والشبكة الاندوبلازمية. اثنين يرسل بنقطة لرؤية مكونات الخلية. الماكرو سكوب. ثلاثة تعتبر نقطة من الكائنات وحيدة الخلية البالتيريا. بينما يعتبر انسان من الكائنات عديدة الخلية. اربعة. تميز الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بوجود بعض العضيات. مثل النقطة البلاستيدات الخضراء. واجدار الخلية. ما اهمية المتكندرية داخل الخلية؟ مركز انتاج الطاقة. ثلاثة اكتب المستحى العلمي الذي تدل عليه. العبارات الاتية. واحد. كائنات حية تتكون من خلية واحدة فقط. كائنات وحيدة الخلية. الكائنات وحيدة الخلية. اثنين اصغر عنزمة جسم الكائن الحي. الخلية. ثلاثة سائل هلامي داخل الخلية. تسبح فيه مكونات الخلية السيتو بلازمة. اربعة. سبها تستخدم لرؤية الخلية الشفافة او عدمة اللو. ازرق المبسلين. با. ادرس الشكل المقابل ثم اجب. واحد. عبر الشكل عن الخلية نقط. الخلية الاتنين. اذكر اسم الجزء رقم واحد. اجدار الخلية.